تلسلة تفجيرات ضربت ايران خلال الايام الماضية منها ما وقع في منشآت عسكرية ومنها ما وقع في منشآت نووية تفجيرات اثارت القلق والفزع ليس فقط في تهران ولكن في عموم ايران التي تعاني من ضغط امريكي وعقوبات اقتصادية تستهدف اصال الدولة الايرانية الى حفة الافلاس كما كان لها تأثير على عمليات تخصيب اليورانيوم وفقا للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كامالونجي وسائل اعلام ايرانية افادت بانقطاع الطيار الكهربائي نتيجة انفجار كبير غرب العاصمة تهران وهو ما لافته السلطات الايرانية بعد ساعات من الحادث حالة من الدهشة المصحوبة بالتهديد والوعيد لمن قام بتلك التفجيرات حيث تشير اصابع الاتهام الى جهات خارجية بالوقوف خلف هذه التفجيرات لا سيما الذي وقع في محطة نتانز النووية بحسب معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نسبتها الى مسئول استخباراتي في الشرق الاوسط وعضو في الحرس الثوري الايراني ان اسرائيل هي من يقف وراء الحادث دون غيرها حيث رجح المسئول الايراني ان شخصا حمل قنبلة داخل المبنى الشبهات التي تحوم حول وقوف تل ابيب وراء الحادث تأتي بعد اعلانها منذ فترة عن نجاحها منذ عامين في اختحام مبنى في العاصمة الايرانية تهران وسرقة نصف طن من المستندات بالغة السرية الخاصة بالمشروع النووي الايراني اختراق وثغرات امنية داخل الحرس الثوري والهيكلة العسكرية الايرانية التي لم تستطع حماية منشآتها كما اخفقت في معرفة تفاصيل الهجمات التي وقعت في ظرف اسبوع وعلى الرغم من ان السلطات الايرانية اوعزت بعضها لانفجار غاز طابعي الا ان التنافس الامني بين تهران والولايات المتحدة يجعل الاخيرة ايضا محط شك حيث ان العديد من التقارير اشارت الى وقوف تل ابيب وواشنطن وراء الحوادث لا سيما بعد اسرار الولايات المتحدة على تمديد حظر توريد الاسلحة الى ايران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة